اشتركوا في القناة وهذه فكرة خلاف الإسلام الإسلام يقول الرسول صلى الله عليه وآله لأبي ذر إن سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك الوادي الذي سلكه علي عليه الصلاة والسلام لأنه مع الحق والحق معه كل الناس دا يرحون إلى الهلكة أنت هم لازم تهلك نفسك الآية الشريفة تقول لا يضركم من ظل إذا اهتديتم إذا كل الناس هنا كفر بس أنا اهتدت لا أقول أنه كل الناس كفر فأنا رحصر كافر مثلهم إذا المرأة المسلمة في بلد كلهم سفور ويستهزئون بيها ما تقول إسا كلهم صاروا سفور أنا هم أصير سافرة مثلهم لا المشكلة أنه كثير من الأحيان إحنا نعطل علمنا ونعطل عقلنا بسبب الأجواء الغوغاء هالشكل في نهج البلاغة أمير المؤمنين يذمهم الغوغاء في كل فتنة وكذا تشوفهم لما يجد الجد ماكو ولا واحد منهم يبقى تكثير سواد من غير طائل أنت لا تشوف الأجواء شنو هي لازم تشوف ما يرضي الله سبحانه وتعالى شنو هو إذا كان مع الأجواء أهلاً وسهلاً نور على نور هم أنت تمتثل لحكم الله سبحانه وتعالى من جهه وهم من جهه مرتاح أنت في المجتمع كل الناس يصلون أنت هم تصلي لا أحد يقول لك ليش ما تصلي وبالعكس إذا ما صليت الناس يقولون لك ليش ما صليت الناس كلها تروح للحج انت هم تروح للحج الناس كلها تمشي لزيارة الإمام الحسين انت هم تمشي وياه نور على نور لكن إذا الأجواء كانت خلاف الحق وغالباً هالشكل أن أكثر الناس لا يشعرون وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أكثرهم للحق كارهون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إذا الأجواء خالفت ما تعلمه الأجواء خالفت ما يقول لك العاقل هنا بصرف التناقض في الإنسان من طرف مصلحته تقتضي أن يكون ويا الناس ومن طرف دينه يقول وعقله يقول لتكون ويا الناس وغالباً الناس يرجحون الأجواء هذا كان عندهم شعار في الجاهلية أنصر أخاك ظالماً أو مظلومة إذا مظلوم أنصره إذا ظالم هم أنصره يوم الرسول صلى الله عليه وآله ذكر هذه الكلمة رات يصححها لأن الرسول صلى الله عليه وآله أكو بعض الأشياء خاصة الكلمات الأمثال الكلمات القصيرة هاي تجري في دماء الناس وتأثر فيهم ذلك الكلمات القصيرة الأمثال هواي مؤثرة لأن تخاطب العقل الباطن للإنسان فالرسول صلى الله عليه وآله الكلمات اللي كان يمكن أن يأتي بديل لها كان يأتي لها ببديل يغيره يغير المثل والكلمات اللي هواي قوية كان يصحح معناها من جملة هاي الكلمة انصر أخاك ظالماً أو مظلومة الرسول ذكره على المنبر جنس الأصحابة عجبه قال أول مظلوم أخو عرفنا مظلوم قال الظالم شلون تنصره هذا شلون ينسجم مع الدين فقال تنصر الظالم بأن ترده عن ظلمه مو هو دي ظلم تروح له تأخذ إيده ترجع عن الظلم ليش دي ظلم أنت تمنعه من الظلم هذا النصر له تمنعه من الظلم بالنتيجة أنت تمنعه عن عذاب الله سبحانه وتعالى هذا النصر له الأجواء تتحكم حتى بعض الأحيان الإنسان يغفل لأنه من لهم يصور أجواء وكذا فلان الإنسان بعض الأحيان حتى الموت يغفل إذا الإنسان دائما في كل خطوة يكون في فكر أنه هل هذه الخطوة صحيحة أو مو صحيحة وإذا غفل سار إذا تذكر بسرعة يأخذ بريك إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيثم لا يقصرون أن الذين اتقوا إذا مسهم طائف طائف إما بمعنى خاطرة تطوف في ذهن الإنسان أو بمعنى جوغات من الشياطين أكثر المفسرين المفسرين بالمعنى الأول إذا مسهم طائف من الشيطان أجت خاطرة شيطانية أسسواء مشى فيه أو لم يمشى فيه تذكروا تذكر الله سبحانه فإذا هم مبصرون يشوف الحقيقة شنو هي وإخوانهم يعني شياطين يمدونهم في الغيثم لا يقصرون ذلك ما يفكون يا أخ الشيطان ما يفك يا أخ من الإنسان أنت لازم تكون ملتفت وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم اشتركوا في القناة